في يوم من الأيام واحد اسمه كاتب مشهور فرنسي اسمه فرانسوا فولتير سنة 1778 هذا الرجل قال ان الكتاب المقدس ده كتاب ضعيف وانه في خلال 50 سنة هذا الكتاب لن يكون موجود على وجه الأرض الشيء المزهل انه فولتير بعد 50 سنة ما كانش موجود كان مات والبيت بتاعه اخذته اشتريته مطبعة جمعية الكتاب المقدس وصار البيت بتاعه مركز لطباعة الكتاب المقدس الله لا يقدر احد ان يقف امام كلماته يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات في انجيل متى 24 عدد 35 المسيح قال هذه الكلمات ان السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول المسيح بيعلن هذه الحقيقة انه كلام الله لا يزول وفعلا لا يزول وموجود بين ايدينا عشان كده عزيزي المشاهد عايزك تتأكد انه هذا الكتاب هو كلمة الله استمر معنا سوف ترى كيف ان هذا الكتاب لم يتغير لان الله يحافظ على بقاءه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة